تقصد ايه بحروب استباقية حروب معنوية يعني في عدائي لا استباقية اللي كانت امريكا تقول انا رايح العراق عشان فيها نووي عشان فيها كيماوي فأنا رايح حاضرة بدربة استباقية قبل ما يبقى معنووي بس ما حصلش اللي حصل مثلا يعني وده برضو احنا اللي فاهمينه انه في العراق اللي حصل انه كان حرب معنوية عنيفة جدا في كل مرحلة كان بيتراوح الموضوع ما بين حرب نفسية على الجنود في الجيل الأول في الجيل الثاني بدت تدخل على المدنيين في صورة منشورات في الجيل الثالث ابتدى يبقى فيه الإزاعة والراديو وبقى فيه حرب نفسية جزء على المدنيين وجزء على العسكرين في الجزء الرابع ده بقى معنوات الشعوب هي الأساس ومعنوات القوات هي الأساس أكتر من عملية القتال وظهر في الجيل الرابع ما يطلق عليه الحروب الغير متمثلة السيمتريكا الورفير اللي هي ابتدت يبقى فيه جماعات بتحارب جيوش يعني القعدة وبعد كده داعش وبوكو حرام والتنظيمات اللي بتدت تظهر وبدأ يظهر فيها إعلام عبر السموات فيه بقى فضائيات فبدأت ما بقاش العملية في يعني وحدات بتعمل عملات نفسية لا ده بقى إعلام يبدو مدنيا ويبدو يعني ناعما لكن هو ويوجه ونموذج حقيقي طبعا كان قناة الجزيرة من 95 وبدأ فيها موضوع الانترنت وشبكات التواصل ولكن كانت بتشتغل بشكل رأسي يعني فيه صفحات كبيرة زي مثلا حركة شباب 6 إبريل مش عارف ايه الكلام ده والناس بتتابع بس ما فيش فكرة ان اللي هو الانتشار الأفقي اننا ومجموعة عاملين جروب وبنحكي فبقى الموضوع أصعب لو كان فيه صفحات لو تقفلت الصفحة الموضوع يبقى يعني وتقدر تتابع الصفحة وتقدر يعني تسيطر عالدنيا يعني بقى الجيل الرابع الجيل الخامس بقى ابتدى ان ممكن انا اطلع بلايف يسمعني 6 مليون واحد وانا مش مشهور مكانش موجود في الجيل الرابع فقدر اغير في الوعي ترجمة نانسي قنقر